إذا اليوم منحكي عن تسويس الأسنان عند الأطفال تحديداً منحكي عن هذا الموضوع وبدأت حكي لنا مرض تسويس الأسنان ليه كل حدا تقريباً عم بعاني منه مننظف أسنانه ومنفرش أسنانه إلا أنه بظل يجينا هذا المرض هلأ أحكي لك ليلك إحنا مرض تسويس الأسنان هو أكتر مرض مزمن وغير معدي يصيب الأطفال بمرحلة الطفولة يعني هو مرض كتير شائع وهو مرض من سميه multifactorial disease يعني إحنا في عنا كتير عوامل بتأدي منها أنه مننظف أو ما مننظف عم نتابع بالعيادة منحط فلورايد مستوى وعي الأهل طبيعة اللعاب المستوى الثقافي للأهل ووعيهم قلنا بنية الأسنان العوامل الوراثية هاي كلها بتلعب دور بس كل الدراسات الحديثة عم بتوجهنا نحو موضوع كتير مهم وهو أنه حالياً السكر عم بيكون هو المتهم الرئيسي في الموضوع أنا ما عم بحكي عن السكر الباودر لأنه إحنا أكيد ما عم ناكل سكر هيك السكر بيكون بالنظام الغذائي تبع الطفل لما يتاخد بطريقة خطأ ومتكررة هنا بيصير في عنا خطر نعم يمكن إحنا إذا بنحكي بس على السكر أول إشي بتبادر لأذهاننا بأنه الأشياء الحلوة مصبوط يعني الأكلات الحلوة اللي فيها نسب سكر وكميات سكر عالية هي اللي بتخطر عبالنا بينما هو موجود فيه أكلات تانية بيكون فيها سكر وهي مش بالضرورة طعمها يكون حلو احنا منخاف من السكر اللي متخبي هلأ احنا شو مشكلتنا مع السكر أول إشي هو مادة بتعمل إدمان يعني الطفل أو أي شخص حتى بالغ لما نياكل كتير سكر بيصير يشتهي كتير إنه يأكل الحلو فبيضل الموضوع عندي متكرر وبقلب على سناكينج أو بيصير أكلاتنا عبارة عن سناك ما عم ناكل أكل صحي نعم تاني إشي كمان كتير خطير عم بيصير هلأ احنا جوة تم الإنسان في عنا ملايين البكتيريات والكائنات الحية الدقيقة بيكونوا يعني يمشكلين زي هيك كل الألوان والأشكال هلأ بدي إياكي تتخيلي مثلا بالأمعاء إحنا إذا صار في عنا صار دستوربنس للبالانس أو خرب التوازن بين هاي البكتيريات بيصير مغس وإسهال وكل هاي الأمراض هلأ بالتم الموضوع كتير بشبه اللي بيصير بالجهاز الهضمي إنه إحنا إذا عم نعطي البكتيريات كمية كبيرة من السكر وأحماض فإحنا البكتيريات المسببة للتسوس اللي هون مثلا لونها أحمر هي اللي راح تسيطر على الموضوع فرح يصير في عندي عدم توازن بالبكتيريات الموجودة بالتم فلما يكون عددها كبير وهائل بيصير نشاطها كتير أسرع وكتير أكبر فبيكون التسوس مرات سراحة خلال شهور أو سنة بيكون اختلف كل الصحة الفموية تبع التطفل يعني اللي بنا ناخدها المعلومة اللي بنا ناخدها بأنه السكر بيزيد من البكتيريات الضارة اللي بتعمل التسوس بالأسنان بيحفزها بزيد تكاثرها هي لما تتكاثر بتعمل أحماض ومجرع بندخلها سكر بالزيادة فبيصير نشاطها هائل تمام اوكي إذن هذا الاشي لازم نركز عليه معناته يعني وفقا للي عم تحكي دراسات حالين عم بتركز بأنه إحنا الضايت اللي عم نتبعه النظام الغذائي اللي عم نتبعه لازم يكون فيه تعديلات تغييرات تشرحي لنا أكتر جايب بتناهيك مجموعة من الأصناف أنا شكتلكم كتير إشياء لأنه بصراحة أنا بحب الأمهات يكونوا وعيين شو عم بيطعموا أولادهم هلأ إحنا السكر موجود بأكتر من طريقة سكر الفواكه سكر الطعام سكر اللاكتوزل موجود بالحليب وعندنا كمان النشال موجود بالدرة موجود بالبطاطا والخبز هلأ أحكي لك النشويات فيه من السكر اللي لما يتحلل بيكون بيكون مركبات معقدة البكتيريا ما بتقدر تاكلها بس بتساعد هلأ بقولكم كيف السكريات الثانية لا بيكون أسهل إنه البكتيريا تستهلكها وتعمل نشاط هلأ لو أخذنا مثلا الخبز هلأ هاي الخبزة إحنا قلنا هي نشا لما تتحلل بالتوم بتصير إشي بشبه شبكة مو مش جزيئات صغيرة لما أحط على الخبزة مثلا نوتلا أو أحط لهم ربة وأدخلها على التوم فأنا دخلت شبكة مع ببي سكر وإحنا معرف النشا كتير استكي فلما يكون في عندي سكر داخل مثلا مع خبز أو مع أكتر من شكل سكر مع بعض هسيروا مادة كتير لازجة وهاي المادة لما يأكلها الطفل اللعاب تبعوا ما رح ينظفها بتظلها عالقة بتظلها عالقة هلأ إحنا ما رح نشوفها بس هو رح يظل فيه سكر على الأسنان وهونا بزيد نشاط البكتيريا نفس الإشي كمان مثلا المجبات السريعة لما تكون السندويشة معبية مايونيز معبية كتشب هدول كتير فيهم سكر ومنكون حطين فيها بروسست ميت أو اللحوم المعالجة مش إشي صحي فتخيلي لو نأكل هذا الإشي ونلزقه على الأسنان ونضيف عليهم عصير أو كوكاكولا أو أي إشي مشروبات الغازيين نعم فإن إحنا لازم نركز على هذا الموضوع طيب جابي معاك كمان بيض زتون بالزبط هلا بنفس الطريقة أنا نفس الخبز هاي اللي عم بقدمها لإبني لو حطيت له عليها منتجات ألبان وأجبان دهون غير مشبعة مواد مضادة للأكسدة خضار فواكه فدخلت له هاي الشبكة بس ما عليها سكر فإحنا بهذه الطريقة ما رح يصير في عنا خطر على الأسنان إنه يتغير النشاط البكتيري بالتم ويسبب لنا التسوس زائد فيه إشي كتير حلو إنه هاي الأطعمة الصحية هي بتساعد على الحماية من التسوس يعني إحنا لما يكون في عنا زيت أو دهون الدهون مثلا تخيل إنه هي بتغلى في الأسطح فهي يعني مش بهذه الطريقة تغلى في الأسنان بس هي حتعمل عائق بين التصاق البكتيريا والسكر على السن وإنه تبدأ نشاطها فبتحمي كتير من التسوس زائد فيه معلومة كتير مهمة إنه إحنا حكينا إنه البكتيريا كلما اشتغلت بتعمل أحماض فبيكون وسط التم حامضي لما ندخل لهم الإشياء الصحية إحنا منقلل الحموضة تبعت التم تدريجياً منرجع على هون منرجع على التوازن البكتيري جوة التم تمام فهدول كتير مهمين وطبعاً بيعملوا شباع وفي إشي أنا دائم بحكي للمراجعين عندي بالعيادة لو بدنا نعطيهم مثلاً عصير، حليب، إشي فيه سكر، شوكولت خلينا نعطيهم إياها بين الوجبات لأن لما أدخل بروتين ودهون غير مشبعة لو دخلت معهم سكر الرزق تبعهم كتير قليل مما أكون مدخلة إشياء أصلاً سكر وإعطي معهم عصير هذا بفرق باللنشبوكس كتير تبع المدرسة نعم طيب دكتوري خلينا نحكي نحن ما بنقدر نمنحهم بالمرة أنهم يأكلوا سكر لما يأكلوا سكر الأطفال دوغري لازم بس يخلصوا الوجبة يفرشوا سنانهم هذا الإشيء لازم نعتمد عليه أو كيف لا، إحنا نفرش سناننا دوغري بعد الوجبة أول إشيء مش عملي الموضوع مش عملي يعني مستحيل للطفل لما نياكل 4-5 مرات إنه يروح يفرشي 4-5 مرات زاعد إنه بتكون الحموضة بالتم كتير عالية لما نفرشي إحنا زيك إنه عم نقشط أو عم نخسر جزء من السن تمام فإحنا علشان نقدر نغير المعادلة تبع التسوس بدنا نغير البكتيريا اللي بالتم إنه ناخد إشياء تكون بتخفف النشاط البكتيري وإشياء مفيدة وتعمل حماية طيب نصيحة بتقدميها لأ الأمهات للأباء لمقدميها الرعاية لأ الأطفال عشان هم يعتنوا ويديروا بالهم على أسنانهم لأنه بالفعل في أطفال بيعتنوا بأسنانهم وبيفرشوا أسنانهم وبراجعوا الطبيب بشكل دوري ولكن بيضل عندهم هاي المشكلة مظبوط هلأ أحكي لك إحنا يعني ممكن نفرشي دايما أسناننا نراجع عند الدكتور بس إذا النظامنا الغذائي مش مظبوط هون رح يصير فيه مشاكل وبس حبي أحكي نقطة عن المشاريع تفضلي يعني إحنا موضوع الشرب هذا كتير مهم إذا بتشوفي عندنا هون المشروبات الغازية هادي غير إنه فيها سكر هاي نسبة الحموضة تبعتها عالية فهاي بتوصلنا بسرعة لهاي المرحلة اللي هون كل ما مشينا هيك بيكون أفضل هلأ العصير اللي بسوء بيكون مي وسكر بالعادة ما بقدر أركن عليه بالظبط الحليب لما نغير من حليب أبيض لحليب شوكولاتة إحنا نقلنا الحليب من مرتب كتير عالية وبيأمن حماية لإشي كتير سيئ بصراحة الفرش جوس كمان بدنا ناخده بكميات كتير قليلة ما نركن إنه عصير فواكه معناته هو طبيعي وما بيأذي الكتوز بيشتغل نفس السكر بالظبط بالظبط أهم إشي بقدر يساعدنا وصحة أولادنا هو المي إحنا منشجعهم يشربوا مي قد ما بيقدروا إذا إحنا بدنا نشرب إشي فيه سكر بدي يكون يعني كمية كتير قليلة زي هيك ما بصير نركن على العصائر وهاي الأشياء فدايما نشجعوهم على المي نعم إذن شكرا لوجودك معنا دكتورة علا قم وإستشارية أسنان الأطفال أهلا وسهلا فيك ليلا أهلا فيك